الدولة شغالة في الوقت الحالي على مشروعات الرقمنة مشروعات رقمنة عملاقة هدفها ومواكبة التطور العالمي اللي بيحصل في العالم كله عشان كده النهاردة عاوزين نشرح بشكل مبسط وسهل يعني ايه رقمنة وإيه هو التحول الرقمي وزي المواطن كمان هيستفيد منه كلام كتير هنعرفه دلوقتي من ضفنا اللي منورنا فيه الأستوديو المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الخير عليك بشهونس صباح النور على حضراتكم صباح النور على المشاهدين الكرام يا أهلا بك في البداية عزين نوضح يعني ايه رقمنة رقمنة هي التحولات العادية لتحولات رقمية إلكترونية بمعنى احنا المعاملات الورقية الأديمة اللي كانت بتحصل بيتم معالجاتها ويتم حفظها بشكل إلكتروني بحت يعني كل حاجة هتكون رقمية من لإله من التحولات الورقية للتحولات الرقمية بشكل عام ده عظيم ده في كل القطاعات في كل القطاعات وأغلبها بتكون على التعليم بتكون على النيابات العامة المؤسسات بتكون كمان على البنوك بتكون على جميع القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية طيب يمكن أنت بتذكر هوم مجالات الرقمان هنا يعني تستفيد من استخدام الرقمان هل في مجالات لا تقبل الرقمان؟ لا بالعكس إحنا دلوقتي يعني في 2022 بالذات تحول رقمي في كل حاجة يعني كل المجالات اللي حوالينا لازم ومضطرة تتحول تكنولوجيا بسبب أنه إحنا يعني في المستقبل القريب وخصوصا في رؤية مصر 2030 أن الرقمانة لازم تكون على كل حاجة زي ما سياتر رئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه إحنا لازم نتحاول رقميا بسرعة عشان خاطر نحارب الفساد فعلا هي بتحارب الفساد بشكل كبير جدا عشان كده إحنا لازم نتحاول رقميا وغير كمان حضرتك الفلوس وغير حضرتك الفلوس أصلا في معاملات كانت بتتأخر مش عشان الرشاوي كانت بتتأخر أن أوراك بيكون جهزة بتنزلي تقف في طبور تقف في تنزلي في الزحمة تمشي فالمواضيع دي كلها بتتحل تقضي على البيروقراتية بالزبط كده إيه بتتحل عن طريق الرقمانة والتحاول الرقمي بشكل عامي يعني إحنا مع الوقت خلاص هنلغي التعاملات الوراقية تماما طبعا طب ده بيتطلب على الجانب الآخر تدريب الموظفين اللي يشتغلوا في كل القطاعات على الرقمانة طبعا دولة حقيقة بتوفر ده وبتعمل تدريبات خاصة قبل أي تحول رقمي للموظفين وبتهيئهم بشكل كبير جدا أن هم يستخدموا التحولات الرقمية والتحول الرقمي من معاملات العادية لمعاملات رقمية كاملة والإنسان طبعا ديه دور كبير جدا في التحول الرقمي لأنه هو اللي بيساعد على ده وفي نفس الوقت المواطن بيعود عليه بشكل كبير يعني بشكل ملحوظ قوي في التحولات الرقمية إيه اللي هيعود على المواطن بالظبط؟ اللي هيعود على المواطن أنه هو أول حاجة هيستفاد من سرعة الوقت لو ترجعوا بالزمن الوراء إحنا كنا زمان بنخصص أسبوع واحد مثلا نطلع فيه بطاقة نطلع فيه حاجة معينة طلع فيه باسبور لا أسبوع شوية أسبوع شوية أسبوع شوية زمان فعلا بناخد أجازات كمان عشان نروح نخلص ورق ونروح النهاردة وبكرة هروح أقدم ورقة تانية وهجيب ورقة مش عارف منين أروح أوديها فين ويوم تاني عشان روح أستلي والزحمة وأصلا أنا عندي كابوس إن أنا أصحى بدري وكابوس يوم الأحد ده ليوم الحد إن أنا أصحى يوم الحد وأنزل والكلام ده دلوقتي كل ده تقدر تعمله في ساعة واحدة وتقدر تخاطب كمان شركات تانية وتجيلك لحد البيت يعني بطاعتك ممكن تجيلك لحد البيت دلوقتي خلاص أنت وفعت عليك زحمة وموجودين كمان في المولات بالليل شغالين فترة مسألة في الأجهزة الإلكترونية وطبعا الموضوع بقى أسهل كتير وغير كده كمان هيوفر وقت بدل ما يخصص الأسبوع والوقت الحريك قلت عليه لا هو كده كده هيقدر يعامل المواضيع دي كلها في ساعة واحدة في شاشة موبايله أو شاشة كمبيوتر بتاعه وتجيله لحد عنده في البيت جير كده كمان في شغله الخاص في عمله الخاص لو تحول رقميا في ناس كتير قوي عندها مخاوف من التحولات الرقمية يقول لك دلوقتي في 2030 أو المستقبل القريب أن احنا كلنا هنوض في بيوتنا والرقمانة والروبوتات والكلام ده طبعا ما فيش حاجة يعني هتغطي على اللي صنعها الانسان اللي صنع الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها إحنا اللي بنتحكم فيها إحنا اللي بنتحكم فيها فطبعا وجود الموظف أو وجود المواطن ليه دور كبير جدا في الشغل الإلكتروني أو التحولات الرقمية فطبعا هيود عليه بحاجات كتير طيب مدى ينقصنا باش منصح نحن قد للتحول للرقم هو كده كده إحنا ماشيين طبعا بشكل سليم جدا في مصر وخصوصا أن احنا يعني أول مدينة رقمية كانت بورسعيد وبعد كده دخلنا في العاصمة الإدارية بنية تحتية كويسة جدا طبعا إحنا كل اللي نقصنا هو وقت بس مجرد وقت بس بحيث أن احنا نحول النيابات العامة مؤسسات الحكومية القطاعات الخاصة القطاعات الحكومية أنها تتحول رقميا هو مجرد وقت بس وفي نفس الوقت البنية التحتية تكون مؤمنة بشكل جيد لأنها دي من العوائق اللي بتلاقينا طبعا إحنا بنسمع عن كده كتير في البلاد كبيرة بيحصل اختراقات في أجهزة مهمة جدا وحساسة في الدولة بخصوص أمن المعلومات ومخصوص الموضوع ده لازم يكون متوفر بشكل كبير جدا لأنه لو مش متوفر يعني مش هيكون بنا حاجات من الموضوع ده طيب عظيم جدا انت كلمت في نقطة برضو غاية في الأهمية زي ما قلنا تدريب الموظفين لأدى احنا في حاجات تانية احنا كمواطنين واحنا قدين في بيوتنا لازم احنا كمان نكون بنعرف نعملها هل الاستخدامات سهلة؟ عشان برضو مش كل الناس بتفهم قوي في التكنولوجيا انا عشان ادخل مثلا واجدد البطاقة بتاعتي من خلال الموقع مثلا وبرضو اقدم على طلب استلامها عن طريق البريد او اي شركة من شركات التوصيل هل الاجراءات اللي بنتابعها على الموقع سهلة وبسيطة اي حد ممكن يعملها؟ الحقيقة دلوقتي المواقع المنتشرة او المواقع اللي هي اللي حبيك بتخطبها او بتتكلم فيها من ناحية البطاقة او من ناحية اي حاجة انت عايزها الموضوع بقى سهل جدا مجرد انك بتسيب بيانتك على الموقع الاصلي التابع للجهة لوزارة الداخلية مثلا بالضبط التابع لوزارة الداخلية الموقع ده يكون اصلي طبعا تبهم المواقع اللي هي الفيك المنتشرة او المواقع الوهمية لان الحاجات دي برضو بتنتهك البيانات بتاعتك طبعا فكرة بقى انك تسيب بيانتك على الموقع الاصلي وفي نفس الوقت تبع الخطوات سهلة جدا حتى اغلب المواقع المنتشرة دلوقتي بتوريك إزاي تعمل ده بسرعة في حوالي 30 ثانية كده في البداية بتعلمك إزاي تطلع موضوع البطاقة ده على طول. وطبعا إحنا كدرنا يعني في السوشيال ميديا بنعمل فيديوهات بتسهل على الناس إن هي إزاي تستخدم الموضوع ده. وأنا حقيقي واحد من الناس عملت فيديوهات زي دين. إن هي إزاي تدخل تطلع بطاقة من بيتها على طول وتجيلك لحد عندك. نفس الوقت يعني بندرب الناس على الموضوع ده واحدة واحدة. لأنه كده كده إحنا في زمن تكنولوجي بحث زمان كنا ممكن نقول سؤال حضرتك ده في وقته. لكن دلوقتي كل الناس عارف يعني إيه سوشيال ميديا يعني إيه إنترنت يعني إيه تكنولوجيا يعني إيه تحول رقمي. وأنا بحكم زيارتي لبعض الدول رحت دول معاملات الورقية فيها الزيرو. زيرو معاملات ورقية وصلت ليها. طبعا بقترح اقتراح يعني بجد هيعمل حاجات كتير جدا في مركزية. عملة رقمية مركزية. إنه هو جنيء إلكتروني. ليه؟ لأنه أول حاجة إحنا عندنا هوس إن إحنا ندفع بالبطاقة الإقتمانية. إزاي ندفع وإحنا مش قلقانين مش عارف إيه. لما يكون عندنا جنيء إلكتروني أو عملة إلكترونية مركزية تابعة أو عملة رقمية مركزية تابعة لجهة مختصة في البلد. العملة دي هتسهل علينا حاجات كتير جدا. وفي نفس الوقت نتداولها زي بعض الدول التانية مع بعض وفي نفس الوقت هنقدر ندفع بيها. نهتم بيها. والناس دلوقتي بعض الشركات بدون ذكر أسماء عملت الموضوع ده بشكل خاص بقت تدفع بيها وتستخدمها فالناس عندها وعي لده. فده طبعا هيزيب من تطور مصر وهيعز من مكانتها الدولية. وفي نفس الوقت هيلم الشمول المالي أكتر من الموضوع ده.